موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف عالكو حبابي طلاب الصفاء السابع اليوم نأخذ الدرس الثامن آثار الإيمان باليوم الآخر كثير سهل إن شاء الله وكثير بسيط لأنه نبدأ فيه بصورة المؤمن يوم ما بيآمن إن ربنا رح يبعثه ويحاسبه بيحرص على الفوز بالجنة وينجوم للنهر هذا الإيمان هو أساسه في تزكية نفس المؤمن ويهذب سلوكه إلى أثار كبيرة في مناء المجتمع يعني أنك تعرف أنه بكرة في جهنم فبتسويش المعاصر وبتعرف أن ربنا رح يكافأ كذا بتعمل الخير فبتعمل الخير شو أثار الإيمان باليوم الآخر على الفرد المؤمن أول إشي هو أساس استقامة المسلم فإيمانه بالجنة بتفعل الالتزام بأحكام الشريعة والحرص على فعل الطاعة ليفوز بنعيم الجنة خوفه من العذاب بتفعل الإبتعاد عن المعاصي والسيئات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يرب المؤمن على البذل والعطاء فإيمان المؤمن أن ربنا رح يعطيه على الحسن عشر أمثالها بتفعلها بذل الغالي والنفيس ابتغاء رضوان الله سبحانه يخفف مصائب الدنيا وهمومها بيدفع المؤمن إلى الصبر على الشدائد لأنه يعرف أن ربنا سبحانه رح يجزي على صبر خير الجزاء قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يخفف عن المظلمين والمستضعفين لعلمهم بأن الله سبحانه في ذلك اليوم يعقب الظالمين بنصف المظلمين وهذا يملأ نفس المؤمن طمأنينة ورضاه لأنه يعلم أن الظالمين مش رح يفلتوا من عقاب الله سبحانه الإيمان باليوم الآخر يدفع المؤمن إلى تربية أولاد وعلى طاعة الله سبحانه خوفا عليهم من عذاب النار يا الذين منقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة رضاض شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أثار الإيمان باليوم الآخر على المجتمع المسلم هذا الفرد على المجتمع الكامل يحمل مجتمع من الوقوع في الجريمة يتأمن أن ربنا موجود يتأمن في اليوم الآخر يمنع من ارتكاب المعاصي وانتشار الجريمة الزيادة في الثقة في العلاقات الشخصية والعامة يشعر الإنسان بالاطمئنان في تعامله مع الناس ليش؟ لأن الناس منضبطون مش رح يكذبوا مش رح يسرقوا مش رح يقتلوا فإيمانهم بوجود اليوم الآخر والحساب والجنة والنار ويقول لديهم وازع داخلي بالانضباط نشوف التقويم أعتد آثار الإيمان باليوم الآخر على الفرد استقامة المسلم على طاعة الله برب المؤمن على البذل والعطاء يخفف مصائب الدنيا يخفف عن المظلمين والمستضعفين لعلمهم أن ربنا رح ينصر المظلمين يدفع المسلم من ربي أبناء وعلى الطاعة خوفا عليهم من العداب إيمان باليوم الآخر يسلم في حماية المجتمع من الجريمة على ذلك التصليق والإيمان باليوم الآخر يمنع من ارتكاب المعاصي وانتشار الجريمة سؤال الثالث يدفع الإيمان باليوم الآخر المسلم إلى الاستقامة وعمل الخير ليش؟ لأنه يوم ما بيسمع بن شاب آسف لأن الإيمان باليوم الآخر يدفع المسلم الاستقامة حتى يفوز بنعيم الجنة ويخاف من النار يعد على ابتعاد عن المحرمات سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة من قول أو فعل سؤال الرابع الإيمان باليوم الآخر يخفف عن المنظومين والمستضعفين وضح ذلك لأنه بإعلام أن ربنا سيععقب الظالمين وينصف المنظومين وهذا يعدي للطمانين والرضو سؤال الخامس قارم بين سلوك من يؤمن باليوم الآخر سلوك من ينكره في المجالات الآتية الصبر على المصائب والتغلب على الشهوات سلوك المؤمن الصبر على المصائب بصبر عند الشدائد الكافر ما بصبر عند الشدائد وبالذمر ويصير يكفر التغلب على الشهوات المؤمن بتغلب على الشهوات والأهواء لأن استقامة الخير والبعد عن الشر سوار الكافر بيكون عبد لشهوات وأهواءه وبنصاق إليها وهيك يا حلوين درسنا والأسهل منه نشوفكم إن شاء الله في درس قادم إلى اللقاء